استكمالا للوحدة الرابعة نظام التكاليف على أساس النشاط هنتعرف دلوقتي على أسباب التحول إلى تخصيص التكلفة حسب الأنشطة توجد عدة أسباب أدت إلى التحول إلى نظام الـ EBC أهمها رقم واحد ظهور بيئة التصنيع الحديثة واستبدال العمليات التي تعتمد على العمالة المباشرة بمعدات آلية يتم مراقبتها باستخدام الحاسب الآلي بما يؤدي إلى أن المنشاة أصبحت تعتمد على الآلات أكثر من العمالة رقم اثنين أصبحت التكاليف الصناعية غير المباشرة تمثل النسبة الأكبر من إجمال التكلفة وارتفعت معدلات التكاليف الصناعية غير المباشرة ثلاثة استخدام نظام تكاليف متقدم يمكن المنشاة من تحقيق المعدلة ثلاثية الزوايا وهي تكلفة أقل وجودة أعلى وسعر تنافسي تكلفة أقل وجودة أعلى وسعر تنافسي مقارنة بين تخصيص التكلفة حسب المنتجات وهو التقليدي وحسب الأنشطة تخصيص التكلفة حسب المنتجات ده يطلق عليه النظام التقليدي تخصيص التكلفة حسب الأنشطة يطلق عليه النظام الحديث في تخصيص التكلفة حسب المنتجات تخصص عناصر التكلفة على مراكز التكلفة سواء كانت مراكز إنتاج أم مراكز خدمات إنتاجية ثاني خطوة تخصيص تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية على مراكز الإنتاج المستفيدة ثلاث خطوة تجميع تكاليف مراكز الإنتاج رابع خطوة استخراج معدلات التحميل لمراكز الإنتاج باستخدام أحد أسس التحميل في تخصيص التكلفة حسب الأنشطة أول خطوة تحديد الأنشطة الرئيسية ثاني خطوة تحديد العلاقة بين الأنشطة والتكاليف تحديد مسببات التكلفة تكوين مراكز تكلفة لكل مشاط ربط كل مركز تكلفة بمسببات التكلفة تخصيص تكلفة المراكز على المنتجات مسببات التكلفة مسببات التكلفة المفهوم مسبب أو محدد التكلفة هو العامل الذي يترتب على وجوده حدوث التكلفة يبقى مسبب التكلفة إيه؟ أو محدد التكلفة هو العامل الذي يترتب على وجوده حدوث التكلفة ويمثل السبب الأساسي لمستوى أو حجم النشاط وتحليل مسببات التكلفة هو التحليل الذي يتناول تحديد سبب حدوث التكلفة مع مراعاة أن مسبب التكلفة يحدث قبل النشاط ذاته مسبب التكلفة يحدث قبل النشاط ذاته كم عدد مسببات التكلفة التي يمكن استخدامها في نظام التكلفة على أساس النشاط؟ هوا من cost drivers ليس هناك عدد مثالي لمسببات التكلفة ولكن كلما زاد عدد مسببات التكلفة كلما زادت دقة تخصيص التكلفة يبقى لما بتزيد عدد مسببات التكلفة إيه اللي يحصل؟ يحصل زيادة في دقة تخصيص التكلفة على المنتجات مع مراعاة أن ذلك قد يزيد من تكلفة نظام التكلفة سيزود تكلفة نظام التكلفة وبالتالي يجب مراعاة درجة تعقد العمليات والمنتجات ومراعاة تحليل التكلفة والعائد أنواع وأمثلة على مسببات التكلفة نوع ومسبب التكلفة بنود التكلفة أمثلة لمسبب التكلفة لأ عايزين نشوف نوع مسبب التكلفة على مستوى حجم الانتاج على مستوى حجم الانتاج زي إيه؟ تكاليف العمل غير المباشر والمثال اللي عليها نستخدم لها مسبب ساعات العمل المباشر تكاليف تشغيل الالات ومسبب التكلفة لها يكون ساعات التشغيل الآلي مسبب تكلفة على مستوى العمليات زي تكلفة تجهيز الآلات المسبب لها عدد مرات تجهيز الآلات تكليف نشاط الشراء المسبب لها عدد أوامر الشراء تكليف نشاط جدولة الانتاج المسبب لها عدد مرات جدولة الانتاج تكليف نشاط الفحص المسبب لها عدد مرات الفحص المنتجات تكليف تصميم المنتج المسبب لها عدد الأجزاء في كل منتج تكليف نشاط الشؤون الهندسية المسبب لها عدد أوامر التغيير الهندسية المسبب لها عدد مرات الفحصي